السلام عليكم في هذا الفيديو سأوليكم كيف تقوم بإنشاء حساب جيميل جديد على الهاتف الخاص بك فكما ترون إذا قمنا بالدخول إلى متجر بلاي فلا أستطيع تسجيل الدخول إليه فأنا أحتاج إلى حساب جوجل لكي أقوم باستخدام متجر جوجل بلاي ففي هذا الفيديو سأوليكم طريقة بسيطة جدا لكي تقوم بإنشاء حساب جوجل على هاتفك الجديد فأول شيء نتوجه إلى تطبيق جيميل نقوم بالدخول إليه بعدها مباشرة نضغط على got it فنضغط على add an email address أو إضافة email جديد فدعونا فقط أن نقوم بتحويل اللغة إلى اللغة العربية لكي تكون الخطوات بسيطة ومفهومة للجميع نقوم بالدخول إلى languages ومن ثم نقوم باختيار اللغة العربية هذه هي اللغة العربية نقوم باختيارها تم تحويلها إلى اللغة العربية جميل الآن نعود إلى الجيميل ونضغط على إضافة عنوان بريد إلكتروني بعدها نقوم باختيار جوجل لأننا نريد إنشاء حساب جوجل الآن نضغط على إنشاء حساب نقوم باختيار الاستخدام الشخصي وفي الإسم الأول نقوم بإدخال الإسم الأول الخاص بك في حالة سأقوم بإدخال إبراهيم وفي إسم العائلة فهو اختياري إذا آردت إدخاله فيمكنك ذلك إذا لم تريد ذلك فيمكنك الضغط على التالي في هذه المعلومات نقوم بإدخال تاريخ الميلاد اليوم والشهر والعام سأقوم بإدخال اليوم وكذلك الشهر وفي العام كذلك تقوم بكتابته وفي خانة الجنس تقوم إذا كنت ذكر أو أنثى وتضغط على التالي هنا في اختيار عنوان الجيميل يمكنك اختيار من بين هذه الاقتراحات إذا أعجبتك بالضغط عليها وتضغط على التالي إذا لم تعجبك يمكنك الضغط على إنشاء عنوان جيميل وهنا يمكنك كتابة اسم تريده بنفسك ويجب أن يكون هذا الاسم متوفر أي لم يستخدمه أي شخص من قبل يمكنك كتابة اسمك إضافة أرقام إضافة حروف وغيرها من الأمور في حالتي سأقوم بكتابة اسم إبراهيم كذلك سأقوم بإضافة بعض الأرقام لكي يكون الاسم فريد وغير مستخدم من قبل على سبيل المثال 76 كذلك سأقوم بإضافة برو فسنجرب الآن ما إذا كان موجود ونضغط على التالي فكما ترون اسم المستخدم هذا مستخدم بالفعل سأقوم بإضافة سفر وضغط على التالي فكما ترون هذا الاسم مسموح به ومتوفر لنا لاستخدامه ففي كلمة السر يجب أن تقوم بكتابة كلمة سر قوية تتضمن أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وحروف وأرقام وكذلك بعض الرموز حتى تكون كلمة مرور قوية ولا يستطيع أي شخص تخمين تلك يعني كلمة المرور الخاصة بك ويتم فتح الحساب الخاص بك بسهولة فأنا سأقوم بكتابة كلمة مرور خاصة بي وأعوذ إليكم وبعدما تنتهي من كتابة كلمة المرور تضغط على التالي وفي هذه الخطوة مطلوب إضافة رقم هاتف إلى الحساب تقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص بك هنا وتضغط على التالي أما إذا كنت لا تتوفر على رقم هاتف فتظهر لك هنا التخطي أما إذا لم تظهر لك التخطي فالتخطي تظهر للهواتف التي تم فتح فيها حساب جيميل مسبقا فهؤلاء الأشخاص الذين كان لديهم أو فتحوا مسبقا يعني جيميل أو حساب جوكل في هذا الهاتف عندما يقوم بإنشاء حساب آخر تظهر له التخطي فتضغط على التخطي إذا ظهرت إذا لم تظهر يمكنك إنشاءه في هاتف آخر إذا أردت أو إذا أردت إضافة رقم هاتف خاص بك أو تتوفر عليه يمكنك ذلك فهذا أفضل فنضغط على التخطي كذلك نضغط على التالي وهنا ننزل إلى الأسفل ونضغط على وافق ونقوم كذلك بإلغاء هذا الخيار ونضغط على قبول فكما ترون أصدقائي الكرام تم إنشاء حساب جيميل جديد على الهاتف نضغط على الانتقال إلى الجيميل فكما ترون تم فتح الحساب بنجاح فما علينا الآن فعله هو التوجه إلى متجر بلاي ونتأكد ما إذا كان قد تم فتح الحساب نتوجه إلى متجر بلاي ونضغط على قبول هذا ما نحتاج إلى فعله فقط فكما ترون تم فتح متجر بلاي بنجاح ونستطيع الآن استخدام وتحميل التطبيقات من متجر بلاي بكل سهولة وسلاسة فهذا كانت درسنا لهذا الفيديو إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا دمتم في أمان الله وإلى اللقاء